قام بتشريح جثة فرعون هو العالم الفرنسي موريس بوكاية أستاذ في التشريح وهو الأول في مجال الجراحة في العالم طلب منه رئيس فرنسا الراحل فرانسوا ميتران أن يقوم بتشريح جثة فرعون عندما يأتي بها من مصر ويقوم بتحليلها ومن ثم ترميمها وبعد ذلك قام الرئيس الفرنسي بحفل استقبال في فرنسا وذلك حتى يستلم ممياء فرعون وقد اختار لذلك الكثير من كبار المسؤولين الفرنسيين وأفضل الوزراء لديه وظلوا بانتظار ممياء فرعون عند سلم الطائرة وذلك حتى يحضروا مراسم وحفل استقبال الملك فرعون وبعد ذلك قاموا بحمل ممياء فرعون بموكب خاص بها حتى وصلوا بها إلى جناح خاص وكان هذا الجناح الذي نقلت إليه الممياء داخل مركز الآثار الفرنسي ومن ثم التف حول هذه الممياء الكثير من العلماء الفرنسيين في علم الجراحة والتشريح ولكن كانوا تحت قيادة العالم الأكبر والأول في الجراحة وهو البروفيسور موريس بوكاي العالم بوكاي كان مختلفا عن العلماء الآخرين فهو الوحيد الذي كان يبحث حول وفاة فرعون وكيف توفي أما العلماء الآخرون فكانوا يسعون إلى ترميم جثة فرعون فكانت جثة هذا الملك الطاغوط المتكبر فرعون تختلف عن باقي جثة الفراعين التي تم تحنيطها من قبله حيث إن هيئة ووضعية الميت كانت مختلفة عن كل الملوك الذين ماتوا قبله فقد وجد العلماء مفاجأة كبيرة عند فك أربطة تحنيط الملك فرعون وهي أن يده اليسرى قفزت إلى الأمام مرة واحدة وقد توصلوا إلى أن من قام بتحنيط الملك فرعون كانوا قد قيدوه وأجبروا يديه على الانضمام إلى صدره كباقي الملوك الفراعنة الذين ماتوا من قبله ولكن ما كان أحد يدرس سر وراء ذلك ماذا وجد موريس بوكاي أثناء تشريح الممياء في نهاية اليوم قد ظهرت النتيجة النهائية للعالم موريس فكل ما وجده في هذه النتائج قد أكد على أن فرعون قد مات غريقا وأن عظامه قد كسرت وذلك بسبب قوة ضغط الماء وقد توصلوا أيضا أنه تم إنقاذه فورا بعد غرقه فقام العلماء بالإسراع لكي يحنطوا جثته وذلك حتى ينجو ببدنه ومن المدهش أنه مستطاع تفسير حال يده اليسرى حيث إنها ظلت هكذا بسبب أن درعه كان بيده اليسرى وأنه عند لحظة غرقه كان يقاوم وأنه كان في أقصى حالات العصبية في ذلك الوقت حتى بلغته لحظة الموت فقد أدى ذلك إلى تشنج يده اليسرى وظلت هكذا واستحال بعد وفاته إمكانية عودة يده اليسرى إلى وضعها الطبيعية لكن ظل العالم موريس في حالة من الحيرة وذلك بسبب سلامة الجثة لكل هذه الفترة وذلك رغم أنها استخرجت من البحر وقد ظن موريس أنه قد اكتشف ما حدث في جثة فرعون وكان ينتظر سبقا صحفيا كبيرا لما اكتشفه حتى أخبره أحد مساعديه بأن ينتظر قليلا وأن لا يستعجل وذلك بسبب أن المسلمين يعلمون بالفعل حول حقيقة غرق هذه الممياء وهي الممياء فرعون وأنه مستشهد بذلك من القرآن الكريم فقد وجدوا ذلك في قرآنهم منذ أربعة عشر قرن حيث قال تعالى في قرآنه الكريم في سورة يونس الآية الثانية والتسعين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فاندهش العالم موريس لما سمعه من هذا الكلام وهو كيف يعرف المسلمون هذا الاكتشاف من قبل وكيف يكون هذا مسجلا بالقرآن وذلك بسبب أن لا أحد يستطيع تفسير ما حدث من قبل إلا بعد ظهور كل هذه الأدوات والوسائل الحديثة التي ساعدتهم على اكتشاف ذلك الأمر ويبقى السؤال الأهم ما الذي حدث للعالم موريس بعد تشريح جثة فرعون قضى العالم الفرنسي موريس ليلته يشاهد ويتأمل جثة فرعون وقد أخذ يبحث في الإنجيل والتوراة إلا أنه لم يجد فيهما أي شيء يتحدث عن مصير جثته وأن كل ما ذكر هو فقط غرق فرعون أثناء مطاردته لسيدنا موسى عليه السلام ولكي يحسم الأمر فقد زار العالم الفرنسي مصر واجتمع مع علماء المسلمين وسألهم عن جثة فرعون وكيف عرفوا بغرقه فتلوا عليه الآية الكريمة من سورة يونس فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وكان أول رد فعل له هو إعلان إسلامه وقد عاش بعدها سنين عالما مسلما يبحث في الحقائق التي ذكرها القرآن وربطها بكل ما توصل له العلم حديثا وقد ألف موريس كتابا أطلق عليه اسم القرآن والتوراة والإنجيل والعلم هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته